موسيقى ما نحبش روحي نكون ضاهر أنا لا نحب نولي ستار ولا نحب نولي اسم معروف في البلاد ولا حد شيء أنا جست نحب نكون نقدم حاجة مختلفة للناس بصعب وغطاء انه يتذكر اسمي راه نجم اسمي معناها مع معناها أنا مانيش من الناس اللي نبدأ نلوج يكون بش يحط لي اسمي في البلاسة ديكة وفي الكاركتير ديكة وفي الكبر ديكة ناص ما تعنينيش هذا كله ما يعنينيش اللي يعنيني هو الخدمة بالحب اللي يعنيني انه وصول لبنى يعنيني وصول لبنى للناس يعنيني اما أنا وصولي للناس ماهوش معناه يجيني مهوش تريز أمبورتان معناه حمده تاريخ مجموعة حس التوى معناها موجودة معنا كي تقول حس تقول مهدي شاكرون تقول لبنى نعمان تقول عمر كسراوي تقول الموسيقيين اللي تعديو عزيزة بالهاني الموسيقيين اللي تعديو بالحس هذي الكل هما حس يعني هما المشروع فحس هاي معناها مين دوريان طوى عشرة سنين من اللي تقسط البعندة هذي قاعدين نحفروا بشوية 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 والجام والجو بحتاج وهذي الكل هالدوامة ذي الكل يعني تبادلت بارشا المفاهيم ولينا يسر ان نحبو نقنصوميه عاديني مهم حاجة نقنصوميه فهمت من ما همنيش في الكلتة ما همنيش في المحتوى مهمني في التسليا والفن مهوش تسليا فيه جانب الفن من التسليا طبعا ولكن مش هو الفن مش هو الفن وصلت نابة فخصي ما معناها وصلت شمعنيه وصلت عندي ديار وكراهب وبرشا فلوس ومعروف وصلت ناما هني قتلك انا نامن بالخدمة نامن بانو تقدم حاجة جديدة للناس ما تستهلكش ما تجمرش البيت الفن مهوش حاجة بيتة تتجمر وتعود تقدمها يعني تحاول قدر المستطاع انو تقدم حاجة شبهلك وتخاطب الناس معناها توصل لهم مغير ما تطيح من روحك ومغير ما تطيح من البارة يعني مغير ما مغير من المستوي والي منحط فهمت؟ خاطر اللي قاعدين نشوف فيه برشة انحطات وبرشة ميديوكريتية فهمت؟ وعلى فكرة الميديوكريتية هي ظاهرة العصر يعني حتى الفلسفة معناها الفلسفة الحدثيين يحكيوا على الميديوكريتية انو هي ظاهرة معناها عالمية عالمية وعزم الناس تقصمي الميديوكريتية لانو مش به تلقي في الشعوب